فيلمنا بيبدأ فوادي من الوديان مع ديناصور اسمه جونيور وكان بيتعلم الصيد وفي مرة من المرات هجم عليه ديناصور ضخم حاول يجري بسرعة لكن وقع على الأرض والحسن حظه جيه والده وأنقذه غضب والده منه جدا وبدأ إذا عقله يقوله إنه عار على العيلة لأنه هرب من المواجهة قال ل والده إنه هيعلمه إزاي بقى قوي وشجاع لأنه هيكون ملك الجزيرة من بعده راح مع والده لحد ما شافه قطيع ديناصورات من فصيلة بروتو سيراتوبس كانوا بيشربوا مية اتفق الأب مع ابنه على خطة وهي إنه يهجم الأب من ناحية ويهجم جونيور من الناحية التانية ما قدرش جونيور إنه يعمل حاجة بسبب إنه كان خايف جدا واحد من الديناصورات شاله ورماه في المية كان جونيور بيبكي ويصرخ راح عند والده علشان ينقذه لكن لا إن المية مش عميقة طلب من والده إنه يوقف اللي بيعمله علشان مش يغرق في المية راح جونيور علشان ينم في الشجرة الخاصة بيه وكان حزين جدا وبيقول إنه مش هيقدر يكون زي ما بيتمنى والده بدأ يفتكر اليوم اللي ماتت فيه والدته في يوم من الأيام كان في المية وكان الموج عالي جدا كان جونيور بيغرق ومش قادر ينقذ نفسه نزلت والدته علشان تنقذه لكنها غرقت مكانه ومن وقتها ما قدرش جونيور ووالده إنهم ينسوها راح الأب علشان يصح ابنه وفي نفس الوقت كان فيه نيزة كبير في طريقه الكوكب الأرض اطرعب جونيور وقال لولده إنهم لازم يمشوا في أسرع وقت قال جونيور إنه بيتمنى يبقى هنا لكن والده قال له لو مشينا هنكون في أمان تاني يوم كان جونيور بيحاول يفرح والده حاول الهجوم على واحد من الديناسورات الصغيرة لما كان بيشرب مية لكن الديناسور قدر يفلت منه وصل قطيع من الديناسورات ولف حوالين جونيور جه والده بسرعة علشان يساعده لكن الديناسورات شالوا جونيور وهربوا به كانت الديناسورات دي سريعة جدا ولما وصل سبيكلز للجسر هجموا عليه وقدروا يوقعه في المية أغم عليه لكنه فق بسرعة علشان يقدر ينقذ ابنه بس لما طلع من النهر لقى إن كلهم هربوا حاول سبيكلز إنه يتتبع أثار أقدامهم لكن السماء بدأت تمطر واختفت أثار أقدامهم ولما فق جونيور لاقى إنه فواد كبير وحواليه كهوف كتيرة وفيها كتير من الكائنات المخيفة كانت بتبصله وكان خايف جدا ولما خرجوا من الكهوف لقى نفسه محاصر بقطيع من صغر الديناصورات كان عددهم كبير ومن جميع الفصائل قرب منه واحد اسمه سلاش وحاول يخوف جونيور لكن وصلت ديناصورة اسمها بلو وأنقذت جونيور وبعدت عنه سلاش وصل ديناصور تاني اسمه بلد علشان يوقف الخناه وصلت الديناصورات الكبيرة وبسبب كده خافت الديناصورات الصغيرة جونيور كان هيغم عليه لكن بلو أخدته بعيد قدر بلد وسلاش إنهم يستخبوا وكانت الديناصورات الكبيرة بيحاولوا يختاروا 3 من الديناصورات الصغيرة قالت بلو لجونيور إن الديناصور اللي بيروح معاه ما بيرجعش أبدا في نفس الوقت كان سبيكلز بيدور على ابنه لكن بسبب الجوع والعطش أغم عليه شافوا ديناصور تاني اسمه صاي من فصلة إنكيلوسور كان عنده حسة شام قوية جدا شام ريحة سبيكلز وظن إنه عدو بسبب كده راح وهجم عليه لكنه وقع على ظهره وما قدرش يقوم فقى سبيكلز وظن صاي إنها نهايته إنه واحد من القطيع اللي خطفه بنته وكان اسمها داستي وفي يوم كانت بتشرب من النهر هجم عليها مجموعة من الديناصورات وخطفوها وهو لحد دلوقت ما يعرفش مكانها عرف سبيكلز إن ده نفس القطيع اللي خطف ابنه علشان كده قرروا يتحدوا مع بعض علشان يدوروا على جونيور وداستي بعدها بنروح لجونيور اللي كان بيحاول يدخل كهف من الكهوف لكنه ما كانش مرحب به لحد ما شاف قدامه كهف تاني بس كان واضح إنه مهجور شاف هناك دايناصور تاني وكانت هي داستي اللي كان بيدور عليها صاي قالت له إن الطيور الجرحة مش هيقدروا يدخلوا هنا لإن المكان قذر وصلت بلو وسألت جونيور هو بيعمل إيه هنا قال لها إنه هيستخبى هنا وسط الزبالة لحد ما ييجي والده ينقذه وفي الطريق حاول سبيكلز وصاي إنهم يعدوا من مكان دي لكنهم قابلوا عقرب كبير ومخيف جدا حاول يلدغ صاي لكن لحسن حظه إن جلد إشرته سميك وما قدرش العقرب إنه يخترقه هرب الاتنين مع بعض وكانوا خلاص هيخرجوا من الفتحة لكن سبيكلز سمع صاي بيصرخ فقرر يرجع علشان ينقذه قدروا إنهم يموتوا واحد من العقارب وبعدها اتجهوا ناحية الوادي لكن العقارب قدرت تحصرهم واحد منهم لدغ سبيكلز في رجله وبدأ ينزف لكنه ما استسلمش هجم عليه العقرب وقطع رجله باسنانه القوية ولما خرج بره ما قدرش سبيكلز إنه يكمل لدرجة إنه وقع على الأرض بسبب الجرحة اللي في رجله بدأ السمي أنتشر في جسمه لكن رفض الاستسلام وحاول يكمل المهمة علشان ينقذ ابنه ما كانش قدر سبيكلز إنه يكمل المهمة وبسبب العطش أغم عليه بدأت الرمال تتحرك تحتهم ووقعوا في حفرة فق ساي لما شم ريحة عدو دخل عليهم حاول يفوق سبيكلز ولما فق حاول إنه يهجم على الديناصور لكن الديناصورة اللي اسمها فانج قدرت تتغلب على سبيكلز بسبب الجرح كانت عاوزة تاكل ساي لأن حجمه صغير لكن سبيكلز قال لها إنه صديقه بعدما اتخطفت من قطيع من الديناصورات بعدها بنروح لقطيع الديناصورات وهم بيرموا الأكل للديناصورات المخطوفة كانت ديستي ضعيفة وكانت عاوزة تاكل لكن واحد من الديناصورات سرق الأكل بتاعها رجعت الكهف وهي جعانة لحقها جونيور وجاب أكل معاه ودهو لها وصلت بلوهية كمان وقعدوا التلاتة يكلوا بالقرب من كهف النفايات ولما خلصوا أكل بدأت بلوه تعلمهم إزاي يرموا الحجارة حاولت ديستي لكنها فشلت حاول جونيور هو كمان لكنه ضرب حجر كبير شافهم واحد من أفراد القطيع طلب من ديستي إنها تروح وراء حاولت بلوه إنها تنقذ ديستي لكن بلدت دخل وقال لها إنهم ما يقدروش يعملوا أي حاجة وبالليل جونيور كان نايم وبيحلم باليوم اللي أنقذته في والدته شاف الحلم بإن ديستي بيتنادي عليه وبتطلب منه إنه ينقذها في تاني يوم وصل ديناصور طائر وسرع الأكل قدر جونيور وبلوه إنهم يمسكوه وطلبوا منه إنه يعرفهم بعض المعلومات وفي المقابل هيددولوا الأكل قال لهم إنه وراء الصخور في جبل بركان كبير موجود جواه وحش ضخم صح الوحش ده من النوم وكل ما النار تزيد في البركان كل ما تزيد قوته قال لهم إن الديناصورات الموجودة هناك بتاخد الديناصورات الصغيرة علشان تقدمهم كطعام كان فيه ثلاثة من أبناء الديناصور الضخم ولو ما أكلوش وشبعه الديناصور الضخم هيقتل كل الديناصورات في القطيع اتضايق جدا جونيور إنه مقدرش ينقذ ديستي عرف إنها في خطر وطلب من الديناصورات التانية إنهم يفكروا في خطة للهروب ساعتها سلاش كان عاوز يضرب جونيور لكن بلد دافع عنه وفي الطريق شاف صاي وفانج وسبيكلز بحيرة مية وقفوا عندها علشان يشربوا لكنهم بدأوا يسمعوا واحد من الديناصورات بتصرخ بسبب الديناصورات اللي بتسرق البيض اتدخلت فانج وساعدتهم وقدر سبيكلز يرجع البيض للأم مرة تانية اتجمع قطيع الديناصورات على فانج وقدروا يوقعوها على الأرض لكن سبيكلز اتدخل وقدر يساعدها وقدر صاي إنه يضرب واحد منهم وتعرف القطيع بإنهم خسروا المعركة وعلشان كده هربوا من المكان كملت تلاتة رحلتهم علشان ينقذوا أولادهم حاول جونيور إنه يحطوا خطة قال لهم إن فيه تلاتة من الحراس عند المخرج وافق بلد على خطته وبالليل وصلت ديناصور الطائر وقال لهم إن واحد من الحراس نايم قرر التلاتة إنهم يهربوا لكن واحد من الحراس شافهم حاول إنه يجري ورا جونيور لكن بلود ضربته بحجر على رأسه بجمعت الديناصورات على جونيور لكن اتدخل الفريق وانقذه قدروا في الآخر إنهم يخرجوا من السجن لكنهم لقوا حراس ثانيين برا البوابة اكتشفوا إن سلاش خنهم لكنهم ما استسلموش جري التلاتة قبل الحراس وقدر بلده إنه استخباه أما الباقي فكانوا بيحاولوا يواجه الحراس لكنهم كانوا محاصرين وقدامهم الحمام البركانية قدر الحراس إنهم يقبضوا على بلو وجونيور وكانوا تاني يوم هيسلموهم للديناصور الضخم تاني يوم عرف ساي إنهم قربوا من مكان القطيع سمعوا بعدها صوت الديناصور الطائر وهو بيصرخ لأن الحراس قدروا يمسكوه قرر ساي إنه ينام على الأرض علشان يكون تعمليهم قدر الديناصور الطائر إنه يهرب منهم ولما حصروا ساي هجم عليهم سبيكل زوفانج قدروا يستجوبوهم وعرفوا منهم مكان أولادهم بعدها ساي رموهم من على الجبل اتحرك التلاتة علشان ينقذوا أولادهم لكن المكان بدأ ينهر بسبب نشاط البركان وفي الآخر الطريق اتقفل عليهم حاولوا إنهم يزقوا الصخور لكن بدون فايدة وشافوا قدامهم الديناصورات العملاقة واحد منهم دمر الصخور برجله بسبب إنهم ساعدوهم ورجعو لهم البيت بتاعهم في الطريق قابلوا ديناصورات تانية حاولوا إنهم يمنعوهم من الوصول للسجن لكن الديناصورات الثلاثة كانوا أقوياء وقدروا يتغلبوا عليهم خرج بلد من المكان اللي كان مستخب فيه ورجع للسجن قال لهم على اللي حصل وراح بعدها علشان ينقذ أصدقائه بدأت الديناصورات الصغيرة تهرب من المكان وفي نفس الوقت كان البركان بيصور وبدأت الأرض تتدمر بدأت ديناصورات الثلاثة ينادوا على أولادهم كانت خطة الديناصورات الصغيرة إنهم يمروا من النهر ويدخلوا للكهف علشان ينقذوا ديستي لكن قابلهم سلاش طلب منهم بلد إنهم يكملوا طريقهم وهو يلحقهم وصل ديناصورين علشان يساعدوا سلاش قدر بلد إنه يقضي على واحد منهم وكان هيقع في الحمام البركانية لكنه قدر يمسك في ديل سلاش قدر الديناصور الثالث إنه ينقذهم وحاول إنه يفترس بلد لكن اتدخلت بلو جونيور وقدروا يوقعوا الديناصور حاول بعدها إنه يمسك في ديل سلاش لكن سلاش ما قدرش يتحمل ووقعوا مع بعض في الحمام شاف سبيكلز الأولاد من بعيد وكان لازم إنهم يقفزوا في النهر علشان يقدر يوصلوا للكهف افتكر جونيور كلام والده وقال إنه مش هيكون جابان ونطف النهر مع أصدقائه بعدها أغمى على بلو لكن جونيور قدر ينقذها في الأخير قدر التلاتة إنهم يوصلوا للكهف وهناك شافوا كتير من الهاكل العظمية للديناصورات الميتة قدروا يلاقوا ديستي وفرح جونيور جدا لأنها لست عيشة لكن بعدها هجم عليهم تلات ديناصورات قالت لهم ديستي إنهم أبناء الديناصور الضخم وصل الأباء في اللحظة الأخيرة وبلو كانت سعيدة علشان شافت والدتها حول جونيور إنه يهرب من الديناصورات ولما شاف والده اتدخل وأنقذه في اللحظة الأخيرة قال له والده إنه ما يهربش مرة تانية لكن جونيور يتضايق ومشي من المكان وصلت بلو وتكلمت مع والده قالت له إنه جونيور جه المكان ده علشان ينقذ ديستي وإنه شخص شجاع بعدها وصلت ديناصور الضخم وبدأ يطاردهم ولما شافوا شق في الجبل دخلوا علشان يستخبوا فيه قال لهم سبيكلز إنه لازم يمشي علشان ينقذ ابنه حاول ساي وفانج إنهم يمنعوا من الخروج شافت ديستي بإن الوحش بيبعد استغل سبيكلز الفرصة وخرج علشان ينقذ ابنه شاف إنه بيحاول يشتت الوحش علشان يقدروا يهربوا طلع كله علشان يساعدوه وكانت مهمة ساي إنه يهتم بالصغار لكنهم راحوا وهم كمان علشان يساعدوا جونيور هجم سبيكلز وفانج على الوحش واتدخل بلوه بلد علشان ينقذوا جونيور اتجمع التلاتة علشان يرموا الحجارة على الوحش ولما شافوا أبنائهم بينهزموا حاولوا يدفعوا عنهم وبسبب قوة حركة الديناصور بدأ الكهف ينهار ووقعت عليهم الصخور في نفس الوقت ضرب الوحش جونيور بإيده أغمى عليه وكان والده خايف عليه جدا وافتكر إنه مات بدأ يعتذر له لإنه قال عليه جبان بدأت الحمام البركانية تحصر المكان حاول أصدقاء جونيور إنهم يصحوه وعرفت داستي إنه بيتنفس فقق جونيور بعدها وكان والده فرحان وقال له إنه بيفتخر بيه جدا ولما حاولوا يخرجوا من المكان لو إنه المخرج تقفل بالصخور بدأوا كلهم يحاولوا يزقوا الصخور لكن بدون فايدة خرج الوحش من جديد وكان متغطي بالحمام البركانية بدأ يقرب منهم لكن سبيكلز فكر في خطة وطلب من الجميع إنهم يبعدوا عنه حاول سبيكلز إنه يخدع الوحش ولما اتجه ناحيته علشان يهجمه بعد عنه سبيكلز علشان يتصدم الوحش بالصخور ويفتح لهم المخرج قدروا كلهم يخرجوا من المكان وكانوا فرحانين إنهم نجوا بحياتهم قال لهم صاي إنه لازم يرجع لقطيعه وشكروا سبيكلز على مساعدته بدأت الديناسورات الصغيرة يجروا في المكان وهم فرحانين لإنهم وصلوا لمكان جديد لحد هنا الفيلم خلص ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم واشتراك في القناة لو مش مشتركين وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد واشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله سلام